السلام عليكم ورحمة الله. متتبعين قناة متبخ ام يسين. كنت من رمضان ان شاء الله يلقاكم بكامل الصحة والعافية. وبشمت منيتو يا ربي امين. اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الاسر اللي يبالغني في الوليد ديالي للتفالية. الله يرحمه ويستعليه ويجعل مقامه عند الله سبحانه وتعالى في علين والوليد ديالي. ويجعل مقامه مقام المسلمين والمسلمات الاموات منهم والاحياء والاموات عنده في علين يا رب العالمين. هاد الشي اللي خلاني انني ما شاركش معكم التحاجة فهذا الايام اللي مضات. اللي مضات. ما شاركش معكم تاي اي فيديو ملحة التحاجة. تسمحوا لي بزاف لانه كالوليد ديالي مريض. وانتقل الى جبال ربه الكريم. الله يرحمه ويستعليه. وشكرا للناس اللي سندوني وقفوا معي وزاروني في المسكنة الواليد ديالي. شكرا لهم بزاف. كنت من لهم. كنت من الجميع رمضان مبارك سعيد. لانه الاب ديالي. لما نشكر لكم ابوافي. اب صادوق. اب حانون. غادرنا الى دار البقاء. كنت من الله الرحمن. كنت من الله الرحمن والله يصبرني وارزقني الصبر والسلوان يا رب العالمين والعائلة ديالي كلها. وكن شكركم بزاف. وشكرا لكم. وكنت منى انكم بتعيب معاه يارب. كل ما هو متتبع قناة متبخ ام ياسين. كانت منى انه يترحم عليه. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم واحد لوصفة بسيطة. وخة بسيطة وقليلة في حقكم. كانت منى انه هتعجبكم. هنشارك معكم بحلة واقتصادية. لانه جيجا صورتها. قلت بها لا فاني ملا نشارك معها نشاركها معكم. فاضر رمضان المبارك سعيد. وكنت منى من الايام القليلة ان شاء الله. نشارك معكم فيديوهات خرين جداد. لهذه المحلة وان شاء الله غانحتاج نسكي وتعالى ورقة. وهنا عندي واحد لكاستاز بذة ديبة. وعندي واحد شوية تعلق رقع مهرمش ومحمر في الفران. وعندي شوية تعلوز مهرمش. تهوى اللي حمرت في الفران. هنا عندي نسكي وتعالى ورقة. ندزل طريقة ان شاء الله بيحاولي الله. هنا عندي كنجمع جوج ورقات طويلة. جوج ورقات كبار اولو صغار اللي عندكم. كندهنهم بالزبدم زيان. كنضيف لهم داك اللوز مهرمش والقرقع مهرمش تهوى. انتو ما تقدروا تديرها بالقرقع بوحده اولا باللوز بوحده. باش ممادرتوها كجيزوينه والليده. هنا كندير واحدة كمية لبأسة بها. كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا كنرولي ديك الورقة. على هذا الشكل ما تزيروهاش تكون مرخوفة شوية. هناك نحط داك البودع ديالي تاع الورقة. نحطوه غنرد له داك الجهة اللي انا سريت فيها طي. غنردها للطويل تحت. بعد ما فرجت واحدة القاعدة انا غنعود معاكم واحدة اخر جديدة. باش تشوفوا تكمل الفكرة. هنا كنعود نضيف القرقع واللوز. هنا بعد ما كملتوك اللي بودع ديوية الورقة باحلوات ديالي على هذا الشكل. كنقطع ذاك الزائد اللي في الشنب. كنحيضه. غنقطع الباحلوات ديالي على الشكل اللي انا بغيت. ثم غتقطعوها على الشكل اللي بغيته. كله على الشكل اللي حبيته. كله الضوقة دياله. انا فضلتها تكون مربعات بحلاكة. ونقطعها متساوية. بعد ما غنقطعها غنضيها بزبدة وغندخلها الفران بتعسل. طيب عفوا. ونعسلها لمدة ساعتين. ونديرها في القبيعات. نخليكم مع الفيديو. كما قلت لكم. شكرا للناس اللي ساندوني وعزوني وسوني في هذه المحنة. كنشكرهم بزاف. وانتم ما ما تبخرجوا عليها بلايك تجيو لكم وبتعاليك تجيو لكم وليك تقولوا دائما الحقيقي. كنشك لكم عليهم بزاف. وكنت منها من الايام القليلة ان شاء الله تحملنا الخير. وضمتم في عيدي الله وحفظه. وإلى اللقاء.